إخوتي وأخوتي كل هاي الأمور كانت وعن بتسير وأكيد رح تسير بس رح تتطور أكتر من ناحية تاني رح يكون في انتعاش رح يكون في بركة رح يكون في نهضات رح يكون في افتقاد إلهي لأن الله موجود الله حي تخيل إذا الكتاب المقدس بيتكلم عن عصفوران يباعان بفلس يعني في أيام المسيح والخمسة يعني يباعان بفلسين يعني المفروض أنه في واحد على البيعة بيسموها الخامس يعني بيسموها زيادة البيع إذا الكتاب يقول أن هذا العصفور اللي هو ملوش أهمية حطوه على البيعة زيادة فكم بالحرق أنت أهم من عصفير كثيرة والكتاب يعلمنا أنه شعور رؤوسنا محصاة مرقمة لا تسقط شعره بدون إذنه وأن الله متصلت في مملكة الناس الله مش مختفي عن الصورة أو عن الأحداث بس الله عاوز يصحينا عاوز يعني يوعينا عاوزنا أنه نستيقظ من النوم كما يقول في أفسوس لذلك يقول استيقظ من النوم فيضيء لك المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة